اشتركوا في القناة المحمود الخطيب اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 يناير 2024 هذه اللجنة وهذا القرار واعتمد تقريرها الخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي بالإضافة لإعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع بريزنتيشن لايف يمكن ده أول قرار صدر بالأمس من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد نهاية الاجتماع على طول يمكن أعلن النادي الأهلي عن مغادرة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة لاستكمال برنامجه العلاجي الذي تأجل لما يزيد عن 8 أشهر وذلك بعدما قام الكابتن محمود الخطيب في شهر أكتوبر الماضي بقطع رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ونظرا لهذه الظروف الصعبة اضطر الكابتن محمود الخطيب للبقاء في النادي الأهلي وفي مصر خلال الأشهر الماضية وعدم تنفيذ هذا البرنامج العلاجي هذا البرنامج العلاجي الذي كان يستلزم صفر الكابتن محمود الخطيب وابتعاده عن أي ضغوط نفسية أو مرتبطة بالعمل وفقا لتعلمات الأطباء لما مدة تصل حوالي 6 شهور ولكنه تحامل على نفسه وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وبعدما تلقى رئيس النادي الأهلي التعليمات والتحذيرات من قبل الطبيب المعالج استقر الرأي على إجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حكت المسة إلى ضرورة الصفر بشكل عاجل لاستكمال برنامج العلاجي والبقاء خارج مصر تحت الإشراف الطبي ألف مليون سلامة على كابتن محمود الخطيب طيب دي اجتماعات الأمس بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي قبل اجتماعات مجلس الإدارة قبل ما أروح بقى لتدريب الفريق كان فيه اجتماعات كده مش هتكلم عليها كتير وبتفاصيل كتير لأنها لم تعلم بشكل رسمي ولكن أنا من يوم السبت اللي فات والحد اللي فات بقول لحضراتكم فيه اجتماعات الإسبوع ده للجنة التخطيط وللكابتن محمود الخطيب مع مارسي الكولر وبفعل على مدار ثلاثة أيام كان فيه اجتماع للجنة التخطيط مع الكابتن خالد بيبو واللجنة على فكرة كان عندها اجتماعات أخرى مع قطاعات مختلفة في قطاع الكورة والاجتماع ده حضروا الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي وكان فيه اجتماع آخر للجنة التخطيط بوجود الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي مع مارسي الكولر وعايز أأكد لحضراتكم من غير ما أحلف ومن غير ما أقسم والله يا جماعة يعني الناس بتضطريرنا احنا نحلف على حاجات احنا بنسمحها بتبقى غلط بس تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من كل الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب في مسألة رحيل لعيبة رحيل لعيبة أنا بأكب لكم الكلام ده كله غلط وأديكم جملة واحدة بس الناس تفهم اللي ما بين السطور المدير الفني للنادي الأهل مارسي الكولر قال بشكل مباشر هل من المنطقي أنا كجهاز فني أعرض وأقول أسماء تمشي من فريق الكورة وأنا لسه متبقي عندي في الموسم المحلي تسعتاشر مبارف الدوري ده أمر مش مقبول ولا منطقي لأي مدرب بيستمر في أداء مهام عمله حتى نهاية الموسم ووارد جدا أن يكون في نقاشات حول أسماء لاعبين أجانب ده وارد جدا مش بتكلم على التدعينات أنا بتكلم على الأسماء اللي ممكن تترك الفريق في نهاية الموسم عشان الكلام كتير والبلبلة كتير وللأسف كل الأخبار اللي بتتقال غلط أنا بقول لكم مش خبر كل الأخبار اللي بتتقال غلط فكرة أن في مناقشات حول أسماء لعيبة محلية بتلعب في النادي الأهل هتمشي في نهاية الموسم دلوقتي ده أمر من ضروب الخيال ما حصلش أنا بقول لكم ما حصلش ومش هيحصل ممكن كولر يكون عنده وجهات نظر في بعض التفاصيل اللي مر بيها على مدار الموسم ولكن أجزم وقال إن ده يمشي ما حصلش أنا مش هقول أسماء يعني احنا مش هنتترك لأسماء ولكن سين صادعي الأسماء اللي بتسمعها من مبارح وأول مبارح أنا بلقوا كل الكلام ده ناس مش لقية حاجة تقولها فبيتقول أي حاجة تخص النادي الأهل رغم أن المفروض لو احنا بنتكلم على انتقالات الصيف اللي جاي اللي هنقوله على الأهل نقوله على الزمالك نقوله على الإسماعيل نقوله على بيرامدز ولكن ما تعرفش الناس دي غرضها تقولي الأهل آه وارد عايزة تتشاف عايزة أخبار تتسمع تتقري الجمهور يرد يبقى فيه رد فعل فطبيعة هي لازم تتقال على الأهل ولكن اللي عنده مادة هيقدر يشتغل على الأهل وعالزمالك وعالإسماعيل وعلى بيرامدز لكن عشان عايزين نعمل فرقعة ونعمل بوم في الوسط الإعلامي نتكلم على الأهل عادنا نتكلم أيام كتيرة على الصفقات وتقالت أسماء كتيرة وأسماء منها أصلا مش جاية فيه أسماء ممكن تكون الأهل بيحسمها عشان الانتقالات والقيد في أفريقيا لا يبدأ في واحد وعشرين سبعة وأنا قلت لحضراتكم القيد ده مهم جدا عشان ماتش السوبر لو تلعب في تسعة ولكن أسماء تمشي إزاي يعني ده ليسه عند ماتش الزمالك يوم خمسة وعشرين ستة هماشي لعبة دلوقتي وأنا ليسه عند ماتش خمسة وعشرين ستة ده حتى فكرة أسماء اللعيبة اللي انتهت إعارضها ورجع للنادي الأهلي ما اتخدش فيها موقف أصلا رسم إن هي ممكن تتقايد السنة الجاوة لا لنلسه حتى بتلعب مع أندية المسلم بتاعها مستمر يعني يا جماعة الكلام اللي بيتقال لازم الناس توزنوا قبل ما تقولوا مسموح إنك ممكن تتكلم على صفقات أجانب لعبة أجانب ممكن تيجي ده مسموح لكن تتكلم على لعبة ممكن تمشي من فرقة الكورة وفرقة الكورة لسه عندها تسعتاشر ماتش في الدوري ده كلام فاضي وكلام فارغ لناس ما اشتغلتش في المينة دي بقالها سنين ماتش الزمالك اللي جاي لما أنا هقول فيه أربعة خمسة من الأسماء اللي بتترحها السوشيال ميديا أنا مش عايزها طب هعتمد عليها زي في ماتش الزمالك هياها زي لماتشات الدوري اللي متبقية عند ماتش بيرامدين 12 سبعة كلام كله الهدف منه ضرب استقرار فريق النادي الأهل أنا بقولها لحضراتكم بصوت عالي وبطمن جمهور الأهلي ما تصدقوش اللي بيتقال برة ما تصدقوش اللي بيتقال برة اللي بيتقال برة بيبقى ليه حاجة من لتنين يا إما فرقاءة اعلامية لناس ما بتتشاف عايزة تتشاف يا إما الحاجة التانية ضرب استقرار الفريق لأهداف شخصية باختصار هم الجملتين دول اسمعوهم واستنوا وشوفوا في نهاية الموسم النتيجة وانتو عارفين الحمد لله الكلمة هنا اللي بنقولها بعد أيام وشهور بتحصل فركزوا في الكلمتين دول ونرجع ونتحاسب بقى في شهر 8 نشوف اللي تقال ده صح والله غلط والأيام مش بعيدة الأيام قريبة طيب ترجمة نانسي قنقر